اهلا بحضراتكم دكتور سامي انا مبسوط انت موجود معنا بالله يخليك وفي نفس الوقت يعني اما يبقى الدكتور سامي موجود في قناته وفي بيته اللي بيحبه وقناة دي انت من الناس اللي قسستها وانت شايف القناة من ده اللي قسستها البداية تختلف عن الوقت الحالي انت شايف قناة من الالفين دلوقت بامانة بامانة شديدة هي لو شابانة كابتل مصطفى اي اه اه شيء باعتباره منتج المنتج ده بيمر اه كلمنا على الاعلان بقى كمان اه بيمر بمراحل مرحلة التقديم لأول مرة نعم ثم مرحلة اقول التطور ثم مرحلة النمو ثم مرحلة النطج اما بتوصل لمرحلة النطج ممكن المنتج يقع في مشكلة يعتقد انه وصل للقمة نعم لأ بالعكس نتيجة بقى لما جيت قناة الناد الاهلي وصلت لمرحلة النطج البيئة الاعلامية الرياضية جو مصر وفي المنطقة وفي العالم اتغيرت اذا اتغيرت بسبب قناة الناد الاهلي ولا بسبب اسباب تانية لأ طبيعة الصناعة اتطورت طبيعة التنافسية اتطورت ومن ثم انا بقول دايما اي منتج يعتقد انه تربع على العرش وهذا يكفيه لأ ما ينفعش معناها ان المفروض من حين لآخر المنتج صاحب المنتج او العلامة التجارية نعم بيجيب اهل خبرة وبيجيب خبرة يدرسوا هل يا ترى المقاومات اللي موجودة حاليا تكفي للقدرة التنافسية ولا انت محتاج دايما يبقى عندها حاجة بنسميها عارف ايه بنسميها ايج ايوا ايج دي معناها نازل يكون عندك نقطة تميز لا ينافسك فيها احد ومن هنا اعتقد ان الاهل فيه من الكنوز التوثيقية ايوا من الكنوز التوثيقية تاريخ تاريخ لابد من اعادة تناوله ولكن عايز اقول باسلوب عصري باقاع اسرع بمعنى مش بالضرورة تجيب توثيق لنجم من نجوم لمدة 20 ديئة دا انت ممكن في 30 ثانية تخلي الناس تقولك هل من المزيد فبالتالي شوق الناس الاقاع ايوا فانا شايف انه الامر محتاج الى اقاع اسرع شوية شوية لانه الحقيقة من حولك يعني عايز اقول حرك عايش في الواقع دا اكتر مني ومليمي باكتر مني شايف انه القدرة على انه او التنافس على جذبة اكبر شريحة من العيون والاذان ليست قضية سامة انا بكلمش بقى مع الدكتور انا بتكلم مع فالياسوب لا والله انا بكلمك بحكم لا انا عارف انا عارف طب انت شعورك دلوقتي وانت قاعد في القناة اللي انت بدأتها مع كابتن حسن حمدي والقناة طلعت للنور وبقالها سنين الحمد لله ماشى على الساحة الرياضية مش هنقول مصرية بس لا على كل وليها نسبة مشاهدة عالية جدا مش بقول نسبة مشاهدة عشان نحنا لا ده عمتا جماهيري النادي القالي فانت احساسك كيف انت عاعد دلوقتي في القناة بتفكرني بذكريات ما في شك فيها جزء عاطفي وجزء خبرة حياتية لسبب لانه برضو كان بالنسبة لتجربة جديدة اي نعم انا كنت مستشار الـ ERT لكن كانت طبيعة القنوات الـ ERT بتمتلكها او بتبثوها ما كانش فيها البعض الرياضي فكانت اضافة للـ ERT واضافة للإعلام الرياضي المصري اه اما بقى بامانة شديدة عن المدة الزمانية اللي استغرقناها ما هي دي بقى انا عاوزينها بالتفصيل عشان الناس تتعرف ازاي قناة طلعت للنور شوف وازاي عانت المعاناة الكبيرة جدا وازاي المجد الصدارة زي ما انت بتحكيلي في الاول لا لا بياخد قرار يا سيد الفاضل الفترة اللي يعني اللي اتخذت لكي تخرق قناة النادي الاهلي للنور قناة خدت فترة طويلة جدا تالي بقى كم سنة لا مافتكرش اقل من سنة قل من سنة في التفاوض يا رجل في التفاوض في التفاوض سنة وليلة برضو ده التفاوض يا سيدي عنتو الهلوية يعني عايز اقول كده يعني يعني انتو لو اغمى على حد فنادي اهلي بيجنيه وتهولوا يصحى يعني انتو من هوات جمع لا عندنا مجالس اداراته يعني حاجة تفرح حسن حمدي بحكم انه كان خلفيته اعلانية تسويقية ثم ادارية خلته بيعرف يفتح كل ملفات في وقت واحد ولازم اكون امين في حاجة كان اتعملت لجنة مخصوص لجنة مخصوص لكي تتفاوض مع الارت في انشاء القناة كان فيها حد من مجال الاعلامة الله يمثب يمثب الخير براهم المعلم براهم المعلم اه طبعا كان فيها شؤون قانونية اعتقد كان محمد حلمي ازا ارجو ان يوذكره معلش السن بقى لا 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 صح صح ربنا دي كان صح مزبوط دي حقيقة كان فيها محرم الراغب كان في الله يعني فعلا نتعم عليه هشام سعيد مين يا ربي كان فيه كمان حمد عز الدين حمد عز الدين عسمط فيه كان عسمط اللي كان ماسك حاجة في الهوكي او شيء ما هذا القبيل في الهندبول في الهندبول ايوة عايز اقولك كانت فيه يعني خلفيات مختلفة لاعضاء اللجنة اللي كنا بنعمل اجتماع كل اسبوع وفي كل اسبوع كأننا بنبدأ من مربع وعي من جديد اللجنة بتاع التناديد اهلي ترجع لنفسها وترجع ماكس دارها تاقب منه تعليمات بالحصول على مزيد من المزايا اوكي الى ان طلع القرار وطلعت القناة للنور اعتقد انها عملت نوع من انواع التغيير التغيير مع انه يفترض اللي انفق لانه خبالك الاهل لم ينفق مليما واحدا في انشاء هذي القناة لا دي شطار عايز اقولك بقى لا استوديو ولا معدات ولا كاميرات ولا اعداد ولا كل فنيات دي كلها اللي تولاها تولتها الارتين الارتين وكان اعتقد برضو ارجو يعني الذاكرة تسعفني اعتقد كان معظم الانتاج طالع من مسك ايوا السوديو مسك اللي في الهرم وده تم تجهيزه على احدث مستوى صوتا وصورة واضاءة ولذا القناة طلعت اعتقد في شكل محترف جدا حقيقي لانه كمان اللي اشتغلوا فيها من جانب ارتي كان فيه رجل محترفين ميلاد بسادة ايوا ميلاد بسادة ده كان واحد من خبراء الاعلام في امريكا وبعدني اشتغل في ايطاليا مظبوط هو اللي كان ماسك مركز الانتاج فعلا ثم بالضبط اقول لك بقى سر او مرة اقوله اه ما هنتطلع بقى اللي في جهبيتك والنبي ليلة اعلان ترشح المهندس اسامة الشيخ ايوا وبعد الموافقة من الطرفين ان يتولى رئاسة النادي الاهلي قناة قناة ناد اهلي اه في هذه الليلة كلمه الوزير انا سلفئي نعم وقال له انا عايزك في السحل الشمالي رح له السحل الشمالي قال له صدر قرار ان تكون مسؤولا عن قنوات النيل المتخصصة شفط شفط كلمني كلمني اسامة الشيخ النقي النظيف الشريف العفيف قال لي انا مش عارف اقولك خيرك يا بسماني اسامة قال لي انا لسه راجع من السحل الشمالي ورشحت من جانب الدولة ان اتولى قنوات النيل المتخصصة اه كل القنوات النيل بقى تماما ماذا حدث هقول لك بقى ولاء اسامة الشيخ للتجربة هو اللي خلاه يدخل ايضا وياخد امتياز ان تكون قنوات النيل قنوات الارت مشفرة ياه اول تشفير حصل ما كانش ريس كده انه هو تاخد القرار ده لسبب هو كأنه عارف هو قال لي بقى الارت كانت واخد امتيازات بطولات العالم كلها يا سيدي طبعا زي بين سبورت والوقت بالضبط كده ها ولغاية كاس العالم ها لغاية كاس العالم لكن حب صالح كامل لمصر اقول لك خبر لا يرحمه لا يرحمه وبقسم المهندس اسامة الشيخ اعطيت قناة النادي الاهلي والتلفزيون المصري حقوق بس بعد مباريات كاس العالم لم تكن تحدث في المنطقة لم تكن تحدث في المصبوط حاجة تانية بقى كل لو حراج بقى سألت اهل الخبرة في قناتنا الاهلي هيقولولك ان كل ارشيف النادي الاهلي تم تصحيح الوانه في الارتية في الارتية في ايطاليا في ايطاليا يعني كل مواد الوثائقية اللي موجودة نسبة كبيرة منها تم ترممها وتلونها واعادة اصلاحها في استوديوهات ايطاليا طب هل بعد من انفصال النادي الاهلي عن الارتية هل الارتية تنزلت عن المحتوى اللي كانت بقدمه كله والتسجيلات وكانت كله قناة تماما تماما هو عايز اقول على حاجة وده حب ولا كان فيه مشاكل شوف حصل في فترة عشان برضو الواحدة بواحد يكون امين في عرض التاريخ حصل فترة نوع من انواع اقول ايه التشابك او الاختلاف كل واحدة عاوز ياخد حتة بتاعت